رغم انقضاء أكثر من ثلاثة أعوام على انسحاب تنظيم القاعدة من محافظة حضر موت ما تزال حوادث القتل والاغتيالات التي غالبا ما تنسب لمسلحين مجهولين مستمرة الأنباء الأخيرة من المحافظة الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية والإمارات بدرجة أقل تفيد بأن مسلحين مجهولين نفذوا ثلاثة عمليات قتل أودت بحياة جندي ومدنيين اثنين وإصابة آخرين من بينهم طلاب يدرسون في معهد الصحة بمدينة المكلة مركز المحافظة أرجعت مصادر محلية أسباب الانفلات الأمني الملحوظ إلى نعدام الدعم المقدم للأجهزة الأمنية مؤكدين بأن مقار الشرطة تعرضت لاستهداف ممنهج خلال السنوات الخمس الماضية بينما سادت حالة من الإحباط في صفوف جنود الأمن ورغم إعلان وزير الداخلية أحمد الميسر نيته اعتماد تجنيد أكثر من 500 جندي لتعزيز الأمن في مديريات حضر موت إلا أنه لا شيء من ذلك نفذ على أرض الواقع لكن التصريحات ما لبث أن أعقبها تدور للأوضاع الأمنية في حضر موت وجمود الحكومة في إيجاد حل للمشكلة ما دفع وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثير إلى تعليق أعماله شهرا كاملا احتجاجا على تجاهل مناشداته بدعم الأجهزة الأمنية نهاية يناير الماضي كان الحدث الأبرز إذ نصب مسلحون كمينا لموكب أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن يحياء أبو عوجاء ووكيل محافظة حضر موت الشيخ محمد الصيعري أثناء مرور موكبهما بوادي سر في مديرية القطن شمال حضر موت نجل مسؤولان من الحادث ورغم تحرك حملة عسكرية لضبط المسلحين إلا أنها فشلت كالحملات العسكرية السابقة التي ما تلبث أن تتراجع مع انسحاب المسلحين المتهمين بالانتماء للتنظيمات المتطرفة